في شراكة متميزة بين القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ستراسبورغ وجمعية متقاعد فاندوفر لنونسي شهدت يومه الأحد الثالث عشر من فبراير الجاري فضاءت شارموا بمدينة فاندوفر حفلا تكريميا لتلة من المتقاعدين من أبناء الجالية من الجيل الأول الحفل حضره السيد إدريس القيسي القنصل العام للمملكة المغربية بستراسبورغ والسيد حرمه وموظفون عن القنصلية ورئيس المجلس الجهوي لكيانة الإسلامية باللورين وممثلون محليون عن بلدية فاندوفر وعدد من ممثل المجتمع المدني للجهة الشرقية من مغاربة العالم الحفل مر في جو أسري أخوي وصلت فيه الجالية المغربية الرحمة بين مكوناتها بالجهة الشرقية وردت الاعتبار بإطار تقاطة الاعتراف لهذه الشريحة المجتمعية من أبناء الجالية من الرعيل الأول عن هذا اللقاء يقول للسيد إدريس القيسي القنصل العام للمملكة المغربية بستراسبورغ السلام عليكم أنا سعيد سعيد الساف بيسوري مع الأخبار من الوقت بني الفكرة ديالتكريم المتقاعدين للغراض بمملؤوني من جهة وفتحوا الباب الأشياء اللي معهم أنا سعيد لهذه التكريم لأنه تم قدرون بل ملموسي يفققوا أحد الأحداث لأننا استطرنا تعاون عن الجمعيات الفكرة كانت في الأول صراحة كانت الفكرة هي أنه في سنة أو سنة الأولى في 2020 كانت الفكرة أننا نجره التكريم يوم عيد العرش ولكن من جيت نشوف حقيقة غشية للتسابة تلقيت في العداد كبير وكبير جداً ديالنس اللي يستفقوا التكريم وبالتالي ترنافذ قدرين ديالتكريم نحاولو فيمكن مجموعة كبيرة ديالتكريم كين ديالتكريم ونساوي هذه اللي ديالتكريم مع الإخوة مع السيح النور رئيس ديالتكريم إنه ليس غريب لأنهم ملونين اللي بيحققنا معهم في حقيقة هذا الظهور في اللقاء الأول تكلمنا عن الموضوع وفعلاً لقدرنا بالملوز نوصلوا لهذه اللي ديالتكريم ونساعد جداً وهذه غير بحالة بلتي المرحلة الأولى والفكرة أنه نعممه هذه التكريم على جميع المناطق اللي فيها يعني تجموعات كبيرة ديال المغربيات والمغربة ويستحبه تكريم وتنوع تكون بالنسبة النقاء الجاي عندنا إن شاء الله سيكون في التوب وتحتلت الحق كلمات رقيقة في حق المتقاعدين اعتبرت حافزا ودعما معنوي لهم كما تم توزيع جوائز رمزية وميدالية تقديرية للمحتفى بهم عرفانا لهم بما أستوه ويسدونه من خدمات جليلة في الميدان الجمعوي خدمة للوطن والإنسانية بصفة عامة وفي هذا الاطار يقود لنا السيد محمد حلوم رئيس جمعية متقاعدة فيان دوور موسيقى وعلى إيقاع الملعقة والحديث الدافئ حول المائدة حيث تتسيد وجبات الكسكس الموقف يصرح لنا السيد عبد الرحمن فاضيني الكاتب العام لجمعية متقاعد باندوهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما نتحدث اليوم نحن نتحدث عن اليوم لتحديث عن طريق التحديث لتحديث عن طريق التحديث نحن نحن نعلم كذلك وقالن هنا يوجد في اليوم في الوقت في سبيل المنزل كما جاءت الى الكثير من البيئة على التأثير من العامل وضع السيد المناطي سيكون المنزل من الأقل كانت تجربة جميع المنزل تجربة إلى كل مددين أو كل مددينة؟ محببا لدينا المنظر لأننا لم يكن بإمكانكم التواصل الانترسيائي لا لدينا جعلنا هناك لأننا نتمنى أن بعض المنظرين يمكن أن يكونون على بعض المنظرات ولكننا نتمنى أن في المنظر لدينا المال لدينا أمر سؤال لدينا جدنا أنها أولاً وبنائنا ونحن نتمنى أنه سيكون لدينا مهاجئة موسيقى المترجم الى الهدفة الشعري واحد من الكفاءات الجازية المغرية المشيطين في المدينة وممثل المحلي عن بلديت باندوب فيقول لنا عن هذا اللقاء 語اتري بالترجم الى الهدفة اوش أعبار يدلي أحده بضبارات الكثير في عجب المعارضة من جدولت المعارضة المعارضة من المؤمن العقب الآن نانتقل من الفترة من الظلم Butylene تبقى الغدنية لا يمكننا أن يكون لديك أشياء سنطرق لديك أشياء لديك أشياء بعض الأشياء في نهاية الأشياء هذا امر مرهبا إلى رتايتين منذين يجب أن تشبه مع أشياء مختلفين هذا هو أن يجب أن تذهبون على المدينة لديهم فيها أكثر على الجمال من المجتمع الآن في هذا المدرس جدا هذا المدرس جدا لم ترديم الأجانس كما ترى من الملاث نجرب لقد امتعلنا بسيدي غرفة عبد الله فقد سيدي السلام عليكم كان شكرها تنظيم ليدرته ليدرت الجمعية كان شكر جمعية بزاف كدلك كان شكرها على أروائج ديلها يعني حاجة سيد الحلوب يعني وتقدير ليداره بارك الله فيهم والله والتور في عمرهم وشكرهم وشكرهم بزاف وشكرهم بزاف لأنه أول اجتماع مور كوفير المرة حاجة عظيمة وكان شكرهم بزاف مشاهدة شوية السلام عليكم وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لجنود الخفاء الذين سهروا على الترتيبات الضيافة والاستقبال ونقول لهم ولعزيز خرازي جزاكم الله خيرا فقدام الناس أسيادهم كما نتمنى لمتقاعد مغاربة العالم أينما وجدوا موفور الصحة والعافية ونشد بحرارة على يدي شريكي المبادرة السيد إدريس القيسي القنصل العام وأعضاء جمعية متقاعد باندوهر عن هذه الالتفاتة ذات الوقع الكبير على نخوس هذه الشريحة التي نقن لها كامل الاحترام والتقدير وننزلها منزلة الآباء منا كما نستحضر معها وفيها وبها خور رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وإلى خبر آخر نستودعكم الله الذي لا تضح وجاهيه ترجمة نانسي قنقر